يناير اعدام 87 شخصا بتهمة تحريض ضد النظام فبراير واشنطن تفرض عقوبات قاسية على طهران بسبب تجربة صاروخ باليستية مارس مظاهرات عارمة للمعلمين في طهران بسبب سوء المعيشة ابريل اتهامات بين اركان النظام قبل الانتخابات الرئاسية روحان يتهم الحرس الثوري بالفساد مايو حملة اعتقالات واسعة للمعارضين روحان يفوز بولاية ثانية يونيو حجوم مسلح على البرلمان الايراني وضريح الحميني يونيو واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على ست شركات ايرانية ايران تعدم مئة شخص اغسطس عودة التمثيل الدبلوماسي بين طهران والدوحة ايران ترفض طلبا امريكيا بتفتيش مواقعها العسكرية سبتمبر ايران تجري تجربة ناجحة لصاروخ مدى 2000 كيلو لطر ترامب يصف ايران بانها ديكتاتورية فاسدة اكتوبر نسبة البطالة في ايران تصل 60% نوفمبر زلزال يضرب طهران 530 قتيلا والاف المصابين الزلزال كشف فساد النظام ديسمبر الامم المتحدة تكشف تسليح طهران للحوثيين مظاهرات عارمة ضد النظام رافعة انشعار الموت لخامي وروحاني المنتحدة